اشتركوا في القناة في لواندا في خضم الأحداث المتسارعة التي تحدث حاليا اختتمنا مشاركتنا أمس في أعمال الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلمان الدولي وتم اعتماد إعلان لواندا بخصوص العمل البرلماني من أجل السلام والعدل ومؤسسات القوية وكان هذه عنوان الأعمال الجمعية العامة وتضمنت الاجتماعات وأعمال اللجان النقاش والحوار في عدد من المواضيع بالذات فيما يرتبط بالهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وهو عنوان أعمال الجمعية وهو أكثر هدف أيضا من أهداف التنمية المستدامة مرتبط بالعمل البرلماني باعتبار المؤسسة التشريعية في كل بلد وبدورنا في سن التشريعات والقوانين واعتماد الميزانيات هذا يجعلنا شراكاء مع السلطات التنفيذية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالذات ما يتعلق مثل ما قلنا به عنوان أعمال الجمعية 147 وهو العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية وكذلك أكدنا من خلال الإعلان إعلان لواندا وأيضا من خلال كلمة معالي رئيس مجلس النواب على ضرورة وقف الأعمال العجوانية على غزة وحماية المدنيين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان فكانت مشاركة وفد بمملكة البحرية مشاركة إيجابية ونأمل إن شاء الله البناء عليها في الأعمال القادمة السيد بسامل بن محمد عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعب البرلماني المشارك في أعمال الجمعية 47 بعد المئة لاتحاد البرلماني الدولي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك